اهلا بكم في مرايا قضية اقليم الاهواز العربي قديمة مظلمتهم مقيمة منذ ايام الشاه الاب رضا بهلوي مرورا بالابن محمد رضا بهلوي وصولا لأهد الشاهات الجدد لكن بعمائم هذه المرة ما تختلفت مظلمة الشعب الاهوازي للتذكير الاهواز كان امارة عربية تعاقب عليها اسر عربية من اشهرها اسرة المشعشعيين السادة ثم اخيرا اسرة الامارة من بني كعب اللي هم جماعة الشيخ خزعل الشهير الشيخ خزعل بالمناسبة كان صديقا لمؤسس الكويت الحديثة الشيخ مبارك الكبير وكذلك صديقا للملك الباني ملك الباني للمملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز لم تطفع نار العروبة عند عشائر الاهواز وعلى فكرة ترى صحنا ننطقها الاهواز بالهاء وهذا النطق صحيح وقديم ايضا على عكس من يقول انه صح بس الاهواز بالهاء وليس الاهواز ولما اقول قديم يعني مذكور عند مؤرخين قداما وشعراء قداما من العهود الاموية والعباسية حاجة على الهامش يعني بس ما علينا اليوم تتضاعف مظالم هذا الشعب فضلا عن التجريف المنهجي من ايام الشاه وولده الايام الخميني وخلفه الخامنعي فرض اللغة الفارسية الاسماء الفارسية الروح الفارسية على عرب الاهواز فضلا عن هذا هناك تجفيف المياجر في الانهار مثل نهر قارون العظيم لصالح مصالح غير عربية عربية اهوازية قصد وهناك قمع اللسان العربي والروح العربية رغم ان كل سكان الاهواز الاصليين هم من عشائر عربية موغلة السكنة هناك في الدورقة والمحمرة وغيرها عشائر جذورها اما من العراق او الشام او نجد او الحجاز يغلب على اهلها الاخلاص للانتماء العربي عدم تقديم الانتماء الطائفي كون سكان الاهواز كما نعلم في الاصل هم شيعة المذهب لكن لم يقدموا الانتماء الطائفي على الانتماء الروح القومية العربية المترسخة اليوم نحن امام فصل جديد هنسميها من كربلاء الاهواز التي هي كربلاء لكنها كربلاء لا بواكية لها اليوم في هذا العالم اللائم الاهواز او الاحواز او عربستان هو اسم الاقليم الواقع جنوب غرب ايران على رأس الخليج بمحاذاة العراق حيث الاغلبية عربية يعاني العرب في الاقليم من محاولات السلطات الايرانية لمحو هويتهم القومية والقضاء على معالم وجودهم ولكن علاوة على سياسة الالغاء التي تتبعها طهران فان الضغوط التي تمارسها على الاقليم ناجمة عن سبب اضافية وهو النفط ينتج الاقليم حوالي سبعين في المئة من النفط والغاز لايران وان حصل على الاستقلال تخسر طهران غالبية انتاجها النفطية اما انسانيا اعتاد عرب الاهواز الاحتجاج على سياسات النظام الايراني القمعية وابرز هذه الاحتجاجات كانت عام 2005 حين حاولت الحكومة تشجيع المزيد من الايرانيين ذوي الاصول الفارسية على الانتقال الى الاقليم كل من يسهم في عمارة الروح العربية ويعلي من شأن الاهواز العصلي اما يقتل او ينفى او يسجن منذ سنين وتحت مين؟ تحت حكم سليل البيت الهاشمي العربي زعمة علي خاميناي فجرت وفاة الشاعر الايراني من ذوي الاصول العربية الاحوازية موجة احتجاجات عارمة جنوب غربي ايران خاصة مع ملابسات موته الغامضة التي يرجعها ناشطون الى ان السلطات الايرانية قامت بتسميم الاحوازي حسن الحيدري سرعان ما تجددت المظاهرات في المدينة اثناء تشيع الالاف لجثمان الشاعر حيث بدأت مسيرات رفع خلالها المحتجون شعارات النددت بالقمع الذي تمارسه السلطات الايرانية حسب ناشطين اجهزة الامن تحركت بشكل واسع في الاحواز وحاصرت المتظاهرين محاولة منعهم من اكمال تشيع جثمان الحيدري فيما يظهر مقطع اخر قيام شبان متظاهرين بانزال الاعلام الايرانية من جانب الطرقات ناشطون يطالبون بمعرفة الاسباب التي تقف خلف وفاة الشاعر الذي سبق وان اعتقالته اجهزة الامن مرات عدة نتيجة نشاطاته السياسية المطالبة بحقوق عرب الاحواز الاقليم الذي يشهد بين الحين والاخر مظاهرات احتجاجية حتى ابسط المظاهر مثل مشجع كرة قدم يهتف لفريقه المحلي في الاحواز يفخر بجماعاته العربية حتى هذا المظهر ما فيش تهاول معاه من قبل النصراء البيت الهاشميين القراشيين كمان زعموا اشتركوا في القناة لماذا قضية الاهواز احتجاجات الاخيرة في الاهواز حقيقة هي نتيجة للتراكمات عدة الشعب الاهوازي يعاني من سياسة ظلم والطهاد والتمييز ومحسوبيات وشتى انواع السياسات العنصرية تمارس ضد هذا الشعب منذ 1925 من لقاء حكمه الوطني الى يومنا هذا لكن هذه التراكمات كانت تحتاج الى اي سبب واي مبرر لا ينتفض الشارع وهناك كانت انتفاضات كثيرة يعني الاهوازيين للأسف لم يكتب لها النجاح بسبب عدم وجود دعم دولي او دعم قليمي بالتالي اخيرا عندما قام النظام الايراني نظام ولاية الفقه بقتل الشاعر حسن الحيدري فهب شباب الاهواز للشوارع وانتفضوا ووجدوا في هذه فرصة ليدلوا باحتجاجاتهم واعتراضاتهم على هذه السياسة القامعية البعض يفكر ان هذه السياسة هذه المظاهرات هي جاءت امتدادا للاراق صح احنا عدنا امتدادات مع الاراق من ناحية القبائل من ناحية الجغرافية ولكن هذه الاحتجاجات هي نتيجة للتراكمات أدى نحن نحاكم النظام الايراني الخميني الى منطقه هو مش الى منطق اخر هو يقول النظام الايراني من ايام الخميني انه نصير المستضعفين بالدستور على فكرة فكرة نصير المستضعفين ذي ويبرر فجوره في اليمن والعراق واللبنان وسوريا وحتى افغانستان تحت هذا الشعر الكاذب والله احنا داخلين عشان ننصر المستضعفين ماشي يا عمي نريد الاقتداء بكم وننصر المستضعفين عندكم من كرام العرب وعلى فكرة الاهواز فيها اسر هاشمية اهوازية يعني المفروض بعد تصلهم الاولوية في النصرة فاسمحوا لنا بذلك قال الصحابي الاسود ابن سريع وربما انه احد اجداد العشائر العربية الحالية اليوم في الاهواز قال اثناء حروب العرب المسلمين مع الفرس شرق العراق وولى الهرمزان على جواد سريع الشد الذي يثفنه الجميع وخلى سرة الاهواز كرها غداة الجسر اذ نجم الربيع الى اللقاء